حقوق الإنسان في العراق انتهاكاً وعوضاعاً مزرية كان ذلك بحث لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب خلال جلستها في الدورة الثالثة والسبعين أخطر ما أكدت اللجنة في جلستها أن كل من يرتدي الزي العسكري في العراق هو خارج إطار المحاسبة إن المدعى عليهم بالزي العسكري لا يجب أن يمثلوا أمام قضاة يرتدون الزي العسكري يبدو أن مع ذلك أن قوى الأمن الداخلي والمحاكم التي تبط في قضاياهم لم تراجع تهم التعذيب التي أشير إليها في قانون وزارة العدل وأكدت اللجنة أن الميليشيات مستمرة في إخفاء المعتقلين قسرياً وقتلهم في السجون هناك معلومات تفيد بأن حالات الاختفاء القسري قد تحدث أيضاً في السجون وقيل أن ممارسة توجيه التهمة لا تزال قائمة حتى يومنا وهذا ما تقوم به أصلاً الميليشيات وعن أحوال السجون تطرقت اللجنة إلى انتشار الأوبئة فيها واكتضاضيها فضلاً عن التعذيب والقتل تلك السجون التي تديرها قوات الأمن نجد فيها انتشاراً للأمراض الخطيرة بما في ذلك مرض السل والجرب وغيرها هناك اكتثاظ مهيل في سجون النساء وصلتنا تقارير أيضاً تشير إلى مثل هذه الشواغل الطرف الحكومي في الجلسة كالعادة يجمل القبيح ويتجاهل الحقائق أن ارتكاب فعال التعذيب يعتبر سلوك فردي يتحمل الفاعل الحقيقي فيه المسؤولية وأن دور الجهات الرقابية ووزارة الداخلية يتمثل في رصد ومراقبة تلك الأعمال وبشكل عام رصدت اللجنة الأممية الواقع المأساوي لحقوق الإنسان في العراق الذي يزداد سوءاً كل عام